ازايكم يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله دلوقتي هنشرح محاضرة جيو ايتي نيوتريشن في البداية كده الاول هناخد ايه في المحاضرة هناخد مقدمة كده على السريع تعالى نقولها فايد المقدمة دين هو بيعرفك ان انت عند حكاك اسمها تجيستف سيستم احنا كلنا عارفين الكلام ده تجيستف سيستم ده بيبتدي ان النوث ينتهي بالايه بالايه نص كل حاجة بتعدي اسمها ايه؟ كل حاجة بتعدي في التجيستف سيستم ده اللي هو التراكت بتاعه بيسميها زي ايه؟ الماوس الاستوفيجس الاستومك تيه حاجات مصورة عن ايه؟ عن الهضم والتجيستم طب في حاجة تانية اسمها اكسيسوري اورجان يعني اكسيسوري اورجان يعني اعضاء مساعدة بتساعدني في الهضم زي مية زي الليفر بيدلعلي البايل اللي هي بتعملي لما تروح تتغزن في الجل بلادر يعني الليفر بيدلعلي ويختلعين البايل وتطلعن nurturتي بتخزنъ الوضم خاصت مساعدني في هضم الفات يسميها اكسيسوري اورجان بسي della اسمها اصم 노عي تلتعلي الهوى اندسمة تجليطة وتخذتر تلك البيباس البيغارات وال Bianchus والشي God والتتكلم diese وتطلعتها في اسمله ريكان هذه الأصمات الحاجاته أصمcion السموكات الصوري واللساوكات والاينس السموني تطلعن الجسل في حاجة تانية اسمها اكسيسوري اورجان زي الليفر اللي بتغزين البايل من بنكرياس طلع لي انزيمات بساعتني على الهضم حاجة اسمها اكسيسوري ايه اكسيسوري اورجان طب ايه بقى هي المشاكل اللي بتحصل في البرامري اورجان اللي هي الناس اللي نعم فوق دي اول حاجة تيس بيبسيا تيس بيبسيا او انديجيشن يعني انديجيشن عنده صعوبة طب صعوبة في الهضم دي اللي بيحصل فيها شخصة بما عنده تيس كومفورت انديجيستف يعني مش قادر يهدم تمام يعني ايه ايه انا مسلا سايكولوشي كان عندهم تحال مسلا ااا فما قلت ليه اكل كده اكلة خفيفة وقلت ليه ايه 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 انا خلاص يا جماعش بعد ما انا اكلت حاجة اكلة خفيفة جدا مش العادي بتاعك يقولك انا عندي حاجة اسمها تيس بيبسيا عندي تيس كومفورت انديجيستف يعني مش مرتاح وانا بيأكل ممكن ان تكون حاجة بسبب حاجة فيزيكال يعني مسلا شخصة عنده مسلا هارد بير عنده حرقان فمش قادر يهدم عنده نوزية كل ما يأكل او عنده فلودين كل ما يأكل او مطفق يعني فكل ما يأكل حاس انه عايز ايه يرجع الاجل ده تاني فخلاص عنده حاجة اسمها تيس بيبسيا طيب اعراض اسمتون بتاعها بيكون شخصة عنده هارد بير عنده حرقان عنده بين اصلا اسبابها اعراض شخصة يكون يعني ايه سوري بلوتين يعني عنده انتفاق او عنده ريجريشن عنده ارتجاع يعني تاني مشكلة عندنا حاجة اسمها اسوفيجايتس احنا عارفين الاسوفيجاوس فين يا رب لأيه الاسوفيجاوس اهو بتاعنا اهو ده اسمه الاسوفيجاوس اسوفيجايتس يعني التهابات في الاسوفيجاوس طيب التهابات ده سبب ايه ممكن بسبب شخص ده عنده ارتجاع مري فهتعمل اللي هو إيه ده إن انت عندك هنا ده وهذه اللي هو في فتحة هنا اللي هي بتفتح على المعدة اللي هي الباب المبر ده الممر ده ممر ده اسمه ده ده يكون في حاجة اسمها مفروط انت بتاكل عادي تبطلهاb اتظار دوله ميحصة له في المصل بتاع الاسفنكتر fiboncur الاسفنكتر فميحص też يعني ايه المصر يعني يعني تلاقي تاكل الاكل ينزل تحت يتخدم يعني اول ما الاكل ينزل يتفرض الهصل على طول فالهصل هنا دي حصل لها ويكنس فتلاقي الاكل بالهصل تلع لفوق كده فعمل ايه عمل الاسد يعني الاسد اللي هو بقى في المعدة ده تلع من خلال ان الاسفينيكتر الاسوفيكاس دي حصل لها ويكنس فتلع راحة الاسوفيكاس عمل له التهابات مش طبيعي ان يكون الاسد اللي موجود في المعدة ده موجود في الاسوفيكاس حسنا هل هو بيموجود في المعدة اه المعدة بعد ما هو بيهدم الاكل بيقدر المعدة النهية تعمل له ايه يعني دمره يروح لحاله لكن لو راحة الاسوفيكاس لا شقدر يمارن معا حاجة فهي اعمل حاجة اسمها اوسوفيكاسها تتسمحنا شايفين كده خلاص. اعراضه برضه هيكون في هرتبيرن تخيل واحد عنده اسد جامد جدا عنده حمودة جامدة جدا حمودة دي هارتبيرن يعني عنده تستفجيا يعني مش قادر يبلع و من كتر الإنفليميشون قتله إديمه و عملت الصوينينج فشخصا بسويل لا يمكنني بحث بالطور بأي لانتسفجيا غير تسبباسيا تسبباسيا يعني ممكن أنه يهدم لكن تسبب لم يمكن أن تسفجيا يمكن أن يبلع و سبب الاتهبات و عملت إديمه و عملت الصوينينج فشخصا الأي بقدر كانت تقفل و لم أدع كما يبلع وهي بما في العين يمكن أن تسفجيا و سبب الراحة ثالثة بقى اسمها هيتال هيرنيا. الآية تل هيرنيا. هنا بقى بيبقى فيه في الدايافران. ففي جزء من المعدة حصل له من خلال ايه في السوراسك ايه? اندو سوراسك جافتي. بسبب الدايافران فيه مافقاش مفقاش مفقاش في كنز. فالجزء من المعدة احنا شايفين. طب يعني يبقى المعدة تحت وصفي قس وفي الدايافران. لأ جزء من المعدة تحت حصل له في المسل بتاعته فحصل جزء من الستومك تلع فوق شوية تمام من خلال الديفرام جوه فين جوه السوراس الكافتي اعراضه بيبقى برضه بيبقى فيه بيبقى فيه طب التالت حاجات دول مع بعض ايه بقى بتاعها ايه بقى بتاعها ايه ان انا حاول اقلل الاعراض ان انا هعمل ايه ايه واحد اا مسلا زي ما احنا قولنا يعني مش قادر يهدم او مش عنده مش قادر يبلع او عنده هيطة الهرنية عنده مشكلة بيحصل له هارت بيرن دخل الواحد عنده هارت بيرن هعمل مع ايه واحد عنده حرقين هقول له ايه هقول له كل اكل سمول فريقوند مين ليه بسبب ان المعدة لما بتتملق بالاكل زي ما احنا شفنا فوق المعدة لما بتتملق اهو تعال هنا المعدة دي لما بتتملق بالاكل بترجع تانى بسبب الايه الويكنس ستلسفنكتر لشان لما المعدة تتملق لأ مش هخلي بقى المعدة تتملق لان المعدة لو اتملت هترجع بالاكل تاني فاقول له لا خد اكل سمول فريقوند مين عشان المعدة ما تاخدش الاكل وترجع بتاني فور ويل بالانس طوات يعني ما تاخدش الاكل بتاعك كله كربوديتا ولا كله حشان لما تكبر الاكل الكل هتاخد الاكل وتضعفوه فتعمل ايه الحاجات الكلية ازا ما احنا سألين. اتجنب اي اكل فيه ايه اشان ما يعملش ايه تمام زي الاكل اللي هو اللي هو السيروت اللي هو الاكل اللي بيبقى فيه سيروتس دي اللي هو زي ايه زي اللمون والحاجات دي او عصير او اه تماطم او اكل في اي اكل بقى كافي بيبر اه اه بيبر او اي اكل بقى بيعمل او فيه اه حاجة ما تاكرهاش. اللي ده اجنب طبعا اكيد هقوله ده اجنب الالكوحول والشوكولاتة. اه اف لو كمان لازم اقوله ان هو لازم يعمل ان ده بيعمل على الابدومن فبمكن يعمل لها اه لما بيضغط على المادة بيرجع على الاكل تاني الفوق فميعمل اسفجادس وجيرد. فاقوله اللي هو اوبيز حاول لنا اقلي الوزن بتاعه عشان اقلي اللي موجود على الابدومن. اللي هو لازم يعني يتجنب ان هو ياكل اكل قبل ما ينام. طب ليه بقى? تفتكر عشان اللي هو اصلا شخص ده ممكن هو يكون عنده زي ما احنا قلنا في المصل هنا فالي يحصل لما يجي نيام او يتحط في اللي بيحصل الاكل هيرجع تاني. دي حاجة عشان هو عنده في المصل هنا. يبقى لازم او اللي احنا قلنا لا يتجنب ان هو ياكل قبل ما ينام او ان هو تحط في اللي اي دا وان هو يعني يتحط واضع النوم ده اا يعني لازم يعني يعني المعدة اللي اكل بساعتين او تلاتة لن ينام عادي تمام? ما يلبسش ملابس ديقة اااا يحاول يلبس ملابس وسع شوية وشي ما تعملش بارتو بلاشر على الابدل. هلنا نخش بقى على تمام. اه هي المشكلة في بيبتك الصل هنا اي هي بيبتك الصل اصلا ان هو هنا بيبقى فيه ايروجين تآكل تآكل لمين? تآكل لحكتين. اما التآكل ده يحصل يعني هو بيحصل تآكل في الميوكس من بين متعة حكتين. لو حصل في اللستومك او حصل في الدودنا. حصل في اللستومك بسميه ايه? الصل. لو حصل في الدودنا بسميه ايه? دودنا الالثر. تمام? اعراض طبعا البيشانت بيقول لها كان عندي جاستريك بين. الم في المعدة دي. اللي اقول له سفولي كده يقول لي ان حاسس فيه حرقان في المعدة. بيرننج. ساسب الحرقان كده. آآ ممكن طبعا الكون عديد بتاعه يحصل هيموريج. ممكن يحصل هيموريج برضه من سمته. آآ البيين بيقول لك تيبيكال بوكين يروحي. اما يروح بالاكل. آآ او يروح بالاندس. طبعا نحن هنقعد نلغي كتير في الحدة دي لان احنا اصلا عارفينها من ميت سيرجي وانا شرحتها في امراض بطنة فارجع لها دين. تمام? آآ ايه بقى بتاعتنا? ان انا البيشانت اللي عنده بيبتكالسر. ببتدي ان انا انا عارف احنا طبعا البيشانت اللي بيبقى عنده آآ اول حاجة بيقول لك كنا ان انا هتديله وآآ بيقول لك كنا بالرغم من ان الفات انهبت للجاستريكسيكريشن يعني الفات الدهون بتقلل من الجاستريكسيكريشن. آآ بس انا مش هديها بكمية كبيرة لانها طبعا احنا عارفين انها ما الدهون بتزيد. دي ريسك الشخصي ياخدش في قصة سكيلوروزيس. يعني فيه بليك تتكون. فبالتالي آآ بتديله ايه كمية آآ العادية بتاعته مش بتديله كمية كبيرة. تمام? اللي هو الكمية المفوط ياخدها العادي. وش بتديله ولا كمية كتيرة ولا كمية ولا ايه. يعني بامشي آآ اسمي حاجة اللي هو فات بروتين. تمام. آآ بالنسبة للبروتين حديره بروتين يبقى بالنسبة للفات حديره عادي فات العادي بتاعه وكمية الفات بتاعته مش هزود. آآ ممكن اقلت كمان آآ البشند اللي هو مش البيشند اللي هو آآ عنده آآ ببتدي يديه بروتين ما يقلش عن تمانية من عشرة جرام بروتين. احنا عارفين بروتين آآ من عشرة جرام لكل كيلو جرام في اليوم. تمام؟ يعني هو بسنق شخص داله عند تمانين كيلو يبقى تمانية من عشرة في تمانين. كل يوم. تمام؟ طب لابد دي بروتين ما ان البروتين هيزود الاشياء لأ هديده بيست بردو. بيعمل هيلنج لالكور حديقي هيعمل هيلنج فلازم ادي بروتين بردو. تمام؟ طب لو شخص داله عنده هيموريج. لأ شخص داله عنده هيموريج بزود نسبة البروتين بزودها من واحد الواحد ومصف جرام لكل الجيلو جرام في اليوم. فلازم يديله فيتامين وطيره طبعا مهم اولا نديله عشان هو ممكن يكون فيه عشان لو حصل هموردش هزود حديد. آآ بدي طبعا يجيب لك انه اهم حاجة عندي هنا بدي كاربوهايدرات عشان الكاربوهايدرات ستعمل ايه بتقلل من تأثير. آآ آآ طبعا هقول له القهوة والشاوي حاجات دي لازم يوقفها ليه لان الحاجات دي طبعا آآ هتسبب هيعمل آآ آآ وكمان آآ هتزود ايه افروزك يسرك ايه يسرك سيكريشن فنازم اتجلبها. طبعا لو بياخد الكوحول لازم اقول له يوقفه او بياخد اسبرين انت حاجات دي بتعمل ايريتيشن الميوكوس من برين بتاعت الاسطومك. آآ لو شخص ده آآ آآ سيكريديد اسموكينج بتحديد دي مهمة قوي. شخص ده لو بيشرب بيشرب سجير سيكريديد اسموكينج. لا دي مش موجودة هنا اي موجودة في كتاب سيكريديد اسموكينج دي بيقلل ان انا هارفين ان اسموكينج بتقلل من السيكريشن بتاع البنكرياس. طب ايه هو السيكريشن بتاع البنكرياس اللي هي الاي بيز وحاجات دي. طب السيكريشن تالبنكرياس دي. طب لما تقل ايه المشكلة? لأ خلي بالك. احنا عندك المعدة بتفرز ايه? ايه? حمدي وهذه المشكلة. فلما اشهر سجير كتير. البنكرياس بيطلال لحاجة اسمها السيكريشن بتاعته اسم الكلوية. فلما تروح للمعدة تعمل ايه? تعمل بفرنج. تعمل بفرنج لكاستريك اسد. يعني تعادل شوية من الكاستريك اسد دول. تعادله شوية. طب لما اهو هنا الحتة دي اهيه. فالسيكريشن سيكريشن هتقلل من الفروز البنكرياس للحاجة الالكراين بتاعته. لها بتعمل بفرنج لكاستريك اسد في الدوتنام. فبالتالي اللي حيزيت عندي حيزيت عندي الحمودية اللي هو الاشيس ال. فيعمل تلاكل اكتر للقرح. فلاازم طبعا شخص دي يوقف سجير خالص. عشان هنعرفين بانكرياس بيفرس حاجات بتقلل من الاسد ان هي حاجات قلوية. فلما اه تنزل في الانتستن اه على الاسد الموجود ده هتعمل لها بفرنج وتيعمل ايه تقلل منه. خلاص. في حاجة تانية بقى مرض تاني اسمه آآ اه ايه اللي بيحصل هنا اه زي ما انت شايف بالزبط كده ده اله ابنورمال اللي بيحصل مش نورمال ابنورمال ان هو دي الدفرتكولوزوس الدفرتكولايتس ودفرتكولايتس. ان مفارق ما بينهم ان ده كاولون العادي جدا بتاعنا بيحصل اه فتحات كده الفتحات دي لما بيمشي الاسدول تمام بيمكن دي سيسميها حاجة اسمي تفرتكولا او تفيرتكولا دي بتبقى عبارة عن كده او بوكت بيسموها بوكت لل بوكت يعني الجيوب على الكاولون ده جيب بحصل بتكون ايه? الجيب. الجيب ده بيبقى موجود فين? على جنب بتاع اللرجي انتستنهول كولون. تمام? لما الاكل يتجمع فيه ويبقى موجود جوه الباكت ديت بيحصل حاجة اسمها ديت يعني التهابات في الايه? في الكيوب ديت. خلاص? وبيقول لك ان الاكل الاكل اللي هو مفهوش اللي بيفتقل الفايبر مفهوش فيبر دوت بيخلي الفيكل اللي هو يتجمع في الايه? في الباكت ديت بدل ما يمشي في الكولون عشان يروح للانس ونخلص منه لا ده بيخليه يتجمع في الباكت ديت. وبيعمل حاجة اسمها ايه? تفيرتوكولاتي. بقى المشكلة هنا للشخص ما بيخدش اكل في ايه? ما بيخدش اكل في فايبر. طبعا انا هعمل ايه? هبتدي ادي له ايه? ادي له اول حاجة ادي له وابتدي معاه باكل في ايه? اه اللي هو ادي له اكل خلاص? يعني اكل معمول فين? في الخلاط. تمام? اه فورو بايلو ريزوتوات ديت. تمام? عشان اسمح للباول ان هي تعمل لها ريز تابليه? انت احنا اقول لك المشكلة لشخص ده ما بيكونش ايه? المشكلة لشخص ده ما بيخدش اكل في فيبر. طبعا ايه حديني له ريزوتوات ديت. احنا هنا مشكلة معنا نتكلم في الاتاك. شخص ده عنده اتاك. عنده تفيرتوكولاتيس. ففي التفيرتوكولاتيس احنا قلنا ايه? الاكل بيكون متجمع هنا. صح? طب تخيل واحد الاكل متجمع عنده هنا. لانه هو اصلا حاسس بانتفاخ. الاكل متجمع في الكولونة يا جماعة. هو حاسس بانتفاخ. تمام? فانا مش هتديله اكل كتير في فيبر. تمام? عشان الاكل اصلا متراكم عنده. متراكم في التفيرتوكولات. فمش هتديله. تمام? مش هتديله في البداية كده. بطيله كليلو ريزوتوات ديت. عشان اسمح للباور انه هو يحصل لها رست وهيلينج. تمام? عشان الاكل اللي موجود هنا ده يدد ان هو يحصل له ايه بالمية يطلع ويحصل له ايه? اه هيل يعني خلاص بقى الاكل ده يمشي بقى يمشي من هنا. هتديله ايه طيب لو العيان عندي اه لو عيان عندي بس للا احنا قلنا لو عيان عندي يعني ما فيه مشكلة ان الاكل متجمع هنا لا حديث اتضيني لو لو يعني ما فيش مشكلة هو بس. ما فيش اكل متجمع فبدينه اتضيني اه او تمام? يبقى خلاص انا اول حاجة لبيشنت جالي انا بتكلم لو البيشانت حين بيتكلم لو البيشانت جاء لي وهو عنده المشكلة ديات ديات فانا اول حاجة افضل له بكليل ليكويد طايد احاول اطلع الاكل ده بالمية تمام اا اا اكل او بس مية كليل ليكويد بس كده افضل الريزويد طايد عشان اقل من الانتفاخ اللي الشخص حاسس فيه وحاول لنعمل اا زي ما هو مكتوب اعمل ريسك وعمل للباول بعد كده البيشانت تتحسن معي شوية بعد عملت له اشياء قليته كويس اا هدلو بقى هاي فيبرطايد ليه عشان اعمل ايه ازود انكريز او انكريز للسطول اكبر حجم ايه اللسطول شوية فخلي مش اخلي لما اللسطول حجبه يكبر مش يخش في الفتحات الصغيرة دي لا حيمشي عادي تمام ده قصده يعني اللسطول مش هتجمع في الفتحات دي حيمشي عادي فبالتاني يبقى قلب الضغط الموجود على الكولون واعمل شورت طايم زفوت اا يعني هي اقلل من وجود الاكل في الانتستين فده مش حدي فرصة للباكتيريا ان هي تنمو في المكان ده وتعمل لي انفلاميشن بس كده طيب انفلاماتري باول تزينز اللي هو اا في منها نوعين تقريبا اا الالك دي مهم يعني ان دي مرض مناعي اوتو اميون تزينز بيبقى كرونيك كونديشن بتلاقي كده على طول اوت شهر الايام دي اا مرض كرونز تلاقي الناس كتير قوي عندها كرونز باكيت ناس في ناس سمعيني عندها كرونز اصلا او عندها حاجة اسمه التعبات في الكولون طب اي المشكلة هنا بيبقى فيه في بسبب مال ابسوربشن يعني ااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يعني المعدة اللي بتعمل فيه انفلاميشن. يبقى فيه ايه? بعدها هيبقى فيه هضم. المعدة بتعمل هضم. هيبقى فيه مال هادي معدها اللي فيه شخص ده مش يبقى عنده ايه نوترحن كويس. زي في البداية كده. الشخص ده بيبقى لو هو بيبقى عنده بين متقطع. يعني بين ييجي على مراحل متقطع. ييجي ويروح. ييجي ويروح. شخص ييجي القلم ويروح. تمام? على سبيل المثال فيه مثالين. اهو زي ما بيقول لك هنا. وهنا بيقول لك فيه سبب للحالات ديت. ما فيش سبب لديه مرض ماناية اصلا وما فيش علاج للحالات دي. يعني من الناس اللي عندها دي يعني هو دكتور بيشوك في كل حاجة معده معده كرونز. تمام? كرونز ده حاجة حاجة مرض ماناية. يقول لك خلاص ده بقى لهش حل يقول لك ده مرض ماناية. مش لقيله حل مش عارفه بسببه ايه. يبقى يقول لها سبب ولا ليها عليك. خلاص. معانا الشباة الناس اللي عندها كرونز يستحملنا. ايه بيقول لك هنا الكرونز والألسلاتف كولايدز ده بيحصل في الكولون كله. يعني اوفو جزء جبيء اجامل من الكولون. نهو. في الارج انتستن. في الارج انتستن. ولكن الكرونز بيحصل ايه? بيحصل كرونيك بروغريسيف ديس اوردر بيأثر على السمول ويأثر على الارج انتستن ويأثر على الانتستن والالتنين. ما حتى او الارج انتستن. homogeneous انه يكشل كرونيك انفلميشن. انفلميشني ك Everywhere von der الميشن يجي يحصل له هيلينج ويذهب لتخيل هيلينج 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 هيعمل ايه ممكن يعمل يعمل مو السيليه وهيعمل ايه يعمل السيكونس لنهية بتاعت الانتستين تخيل لهي حصل واحد عنده ايه جرح ولحق جرح ولاحق جرح ولحق يعصل ايه دوع بتاعت الانتستين تمام بعدها هيعدي بسبب سيكونس 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 سعدي الا ironurgstation良 how much you want to hold in with تمام? طيب الاعراض بقى الاعراض بتبقى بس هنا بيقولك بيحصل غالبا مع الفيميل والكورونز بيحصل مع الميل. الفيميل بيبقى بالنسبة للبليدنج لأ البليدنج كومون في لكن البليدنج في كورونز لأ انكمون في كورونز. طبعا الاعراض زي ما احنا عارفين استومج بين عنده قلم في المعدة هيبقى عنده ديارية هيبقى عنده لوسف ابيضايت لانه كل ما يأكل بيبقى في نوزيا وفوميتينج ويبقى في كونستبيشن وطبعا من كدر البلود اللي منزل في التهارية ده ممكن يقضي لانيميا تمام? عشان ما يحصل ممكن يحصل هيموريج. تمام ماشي. النيرسينج بقى اللي هو النيرسينج انترفينشن. الانفراماتري باولتزيز. اول حاجة. اول حاجة يعني ش potent ي intermittمي هنا. هالاينفرام هي sak jewelry اتاتم yo اعانفه مصح Aires المرض ده كمام اللي هو مثلا. مصح devastated culture التهارات في النقاء دهه. الاتحابات في المعدة و concerns what quarks الاول حاجة في اول حاجة. ا passionate phase.if CDCagEMIA ISUحت peace اول حاجة فيا근 على الحاجة شخص عند الخمس لازل عضاقه نوزيا واضحة او�트يارية. holistic problem. فبالتالي عنده كونستبيشنس بsh اشبال الشخص مش بياكل اه وكمان وزي ما احنا قلنا عنده الوصف ابيضايت احنا عنده الوريكسيا هديدي 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 ان اعمله ايه هقلل الاكل طاعة شوية هدي له الريزوت والضايت تمام لحد عشان ليه عشان اتجنب او الانفليميشن بيحصل ديت وتجنب ايه خطورة اللي ان يحصل ايه ابستركشن انه يحصل ايه ابستركشن طيب شخص ده بقى بياكل خلاص هديدي ان انا ادي له مية جرام من البروتين مية مية جرام بروتين تمام ااااااااااااااااااا ازود مع البروتين ايه هدي له كالوري وبايتامين والمينرات خلاص الشخص بدأ ده هيكل فادي له مية جرام ايه بروتين فحالات بقى السفير بقى خلاص سفير جايل بقى بويتلس وده اختيار يدريشن وبسبب الديارية وما بيأكلش وحالاته بايزة هتدي ايه بيديل حاجة اسمه total Parenteria Nutrition يعني اكل او تغزية عن طريق الوريد. ده بيبقى محلول كده لو نبيض اسمه فورميلة. آآ بيتاخدها عن طريق سنتر لاين فقط. آآ اللي هو بيولك اه هنا. او نيوترياند. عملية نيوترياند. فينا كافر. آآ طبعا بيبقى على فترة معينة من الوقت. خلال اربعة وعشرين ساعه. بيبقى حلول كده لو الناس شغالها في تخلي او حاجة او في عناية تبقى شايفاها. حلول كده لو نبيض اسمه فورميلة. يبقى له نبيض كده بيبقى على طريق سنتر لاين. خلاص. آآ في بقى مرض تاني اسمه آآ سيلياكتزيز. آآ او برض الحسية من من الجلوتين. ده قريبا ده اول مرة نسمعه يعني. اللي بيحصل هنا. اللي بيحصل هنا ان في حاجة اسمها في الطبيعي حاجة اسمها نورمال فيللوي. ايه دي اصلا? الفللوي دي لما انده تاكل المعدة فيه حاجة اسمها الفللوي. دي بيتزوت السيرفس اريا. اللي هو بيحصل من خلالها عملية للأكل بتاعك. خلاص. آآ بالتالت. لما انا اخد اكل آآ في آآ جلوتين. تمام? آآ الاكل ده آآ جلوتين ده بيعمل استيميليشن للاميون سيستم. يروح الاميون سيستم ده بيهاجم بيعمل اتاك للفللوي. التاعة الانتستم. ويعمل لها بالتالي بيخلي لما الفللوي دي تبقى تماج هتبقى فلات. طب لما تبقى فلات. لما تبقى فلات كده هتقل للسيرفس اريا اللي بيحصل من خلالها انت بتعمل الاكل فبيداني الابسوربشن هيقل. الابسوربشن هيقل. باش اصدقى عنده آآ ودي بتبقى مرض وراسي. آآ من خلالها بيبقى فيه مال لكل ايه? نيوترين بسبب ان الفللوي بيتقل. فبالتالي بيبقى فلات نفيش سيرفس اريا كتير مش قادر اعمل ايه ابسوربشن للاكل. طب الاعراف بتاعتها طبعا هيبقى فيه ويت لوس. هيبقى اللي ستول اريو جوالي فاولي سميلين جلايت كالرد بالكي. آآ دائما نيوتريشن حاجاتي كلها لانشان ما فيش ابسوربشن. تمام? نيوتريشن بقى بتاعتنا. يعني نيوتريشن انترفنشن فور الناس اللي عندها آآ حساسين من من الجلوتين انت ها بتاعتنا نعمل ايه? هاديها جلوتين كنترول الضايت. هتحكم في الجلوتين. ده العلاق بتاعه. انا هتحكم في الجلوتين. خلاص. جلوتين كنترول الضايت. قال لك ان الجلوتين is a protein found a protein موجود فيين? موجود في ايه? في الويت. موجود في الشعير. موجود في الشوفان. آآ موجود في الامح. فبدالي مش هستخدم الاكل ده. خلاص. هعمل له ايه مشاكله? هستخدم ايه بقى? هستخدم الاكل اللي هو الرايس. آآ اللي هو الروز. والكورن. خلاص. اللي هو الدرة والروز. خلاص. آآ كمان هبدأ ان انا آآ اقلل. اعمل الريدكشن. انزا فيبر كونتيند. فريقونت ريكموينتد. عشان آآ الفايبر ده ما اعملش اراتيشن. كمان لو البيشنت اندرويد. في العادي بقى طبعا هزود الكالوري هزود الكربوهيدريت هزود البروتين. آآ الفات. طبعا آآ هبنع الفات لحد ما الباول فهم لشان تركها طبيعية. آآ بديله فيتامين ومينرين. طيب. ازهر بقى. فيه ازهر ازهر في حاجة اسمها نوزيا. آآ طبعا في ميل كلها البريجننت آآ عندها نوزيا. احساس بالترجاع او كده. فالدكتور بيقول لها اكل مكارمش. مكارمشات. آآ بيتاكل الاكل طبعا عن اكل صغير او حابة قليلين ايه زمنية طوية. زمنية يعني مسلا بتاخد ايه ثلاث مجابات في اليوم? لا. خد ستة. قسمهم. تمام? تجنب الاكل اللي هو فيه يعني مش اكل ريحته واشي اكيد. لا الاكل اللي هو ريحته نفاذها. زي المسابك. زي الحاجات دي. اكل ريحته نفاذة جناوة عشان ما اعمل لك نوزيا. اكتر وانت اقص عندك نوزيا. تجنب اه يعني متشربش مية وانت بتاكل. تمام? عشان ممكن تعمل لها الكونيستيبيشن. اه طبعا احنا عارفين الكونيستيبيشن. دي طبعا كان بيلي ليفت باي ايدنج لهاي فيبر طيب انت اكلت اكل في فيبر الكونيستيبيشن هتقل. احنا عارفين الحوار ده الكونيستيبيشن. خلاص? دي اخدناها من عارفينها المعلومة دي كلنا اكيد. وكمان اشرب ايه مية كتير? اشرب اكتر من طبعا كوبات مية. اه الهارت بيرن بقى. قل لك الهارت بيرن لشخص عنده حرقان في ماء حرقان. قل لك اقول له اكل ايه برضو سمول فريقونت ميل. اه فويت سبايسي طبعا ما تاخدش اكل في سبايس عشان ما نساوتش الاريتيشن. اتجنب زي ما احنا نسائلين. اه استنى بعد الاكل بحوالي اه ساعة او حاجة او ساعتين قبل منام. صح? يعني ما اكلش هو اروح الامع على طول. اه استنى ساعتين كمان قبل الايه? قبل الاكسرسايز. طب البنكرياتايتس. البنكرياتايتس. البنكرياتس برضو دي زيز معنا. احنا عارفين البنكرياس او احنا الدكتورة مش حتى معنا هنا ليه في البنكرياس? اكيد عشان مش علينا او ان احنا نعرف اهم حاجة. البنكرياس اعرف بسا التفاصيل. البنكرياس ده مهم قوي. ميطلع لك هرمون اسمه الانسولين. تمام? ماشي. وكمان البنكرياس ده لك هرمونات تانية او انزيمات تانية الانزيمات اسمها الاماينيس واللايبياس. دي بتساعدني في حضم البروتين والفات والكاربوهايدريت. طب لما الاكل يوصل للدودناب اول ما اكل يوصل للدودناب. البنكرياس بيوصل الانزيمات ديت اللي هي الاماينيس واللايبياس بساعدة فضم البروتين والكاربوهايدريت. بتوديهم لسمون انتستن. بتساعدني في الدجش. طب لما يحصل البنكرياتايتس ، سببانكرياوتسية يعني ما ؟ فإنفيران في البانكرياز ، سبب انفكشن ، سبب عملية ، سبب شخص يشرب الكوحول ، سبب بلوري دراجت ، سبب يأخذ معينة الدراجز ، سبب بانكرياوتايتس ، ممكن ان تكون الأعياد بانكرياوتايتس ، الأعراض بتاعها ، يبقى فيه ، طبعا ، اشيارات الباية ، عارفين عشان مفيش هضم اكيد احنا قلنا اه ما بيساعد فهضم مين الكربوهادريد والفاد والبروتين التلاتة فتخيل مفيش حاجة بالساعد في حاجات دي فمش هيتحضمه هيبقى فيه عبدو من البين هيبقى فيه نوزية هيبقى فيه مال ابسوربشن تاكيد هيبقى فيه ستيتورية ليه ستيتورية عشان الدهون ما حصل لهاش هضم تمام؟ هيبقى فيه ستيتورية يعني الدهون دي بتنزل في الستول بسبب ان هو فيه مال ابسوربشن للفاد بالزد ان هو الفاد سولي بالفيتامين كامل هيبقى طبعا هيبقى فيه ويتلوس عشان ما فيش اصلا ابسوربشن هيبقى هتسبب طبعا ان هو جزو اللانجرهانز دي حصلات استرويت فطبعا جزو اللانجرهانز حصلات استرويت حقادي شخص اخش في ايه؟ ماذا يا بيتس؟ طيب ايه هيبقى نيوتريشن اندرفينشن بتاعتنا؟ اول حاجة بيقول لك ان الطايد سيرابي عندنا ان انا احاول انا اقلل من افراز السيكريشنتة البانكرياس والبايل بيقول لك زي ما الدهون بتحفز الجول بلادر الهيل مارور ان هي تفرز طلعها للبايل اللي ما غزناها اللي جاء لها من الليفر برضو البروتين واله سيل لما بيتفرزوا بيحفزوا للبانكرياس ان هو يطلع لي الايه؟ الانزيمات بتاعته فالاكل بتاعي ان انا احاول ان انا اقلل من افراز البانكرياس خلاص؟ طيب اثناء الاكيوت بانكريا تايتس الشخص اي جاء لي عنده اكيوت بانكريا تايتس تمام؟ طبعا الشخص ده هتدي له بارينتيال اللي هو زي ما احنا نسا قليل من شوية هتدي له الغزاية عن طريق ايه؟ عن طريق الوريد تمام؟ طبعا لما يتحسن بقى جاء لي بغلاص شخص ده ليتر بعدها وين كلاينت جاء لتورد اورال فيتنج خلاص شخص ده قادر ياخد حاجة اورال بدينه اول حاجة ليكويد تايت اكل فيه زي ما احنا نعارفين في الخلطات مين اللي يقف كاربوهايدريت؟ طب لي كاربوهايدريت بس؟ لان الكاربوهايدريت بتاخر من استيميليشن افكتو بانكريا تاعته فان الكاربوهايدريت بتاخر شوية من تلوع البنكريا تتحسن بديله كاربوهايدريت لتأخر شوية من استيميليشن افكتو بانكريا تاعته بديله بقى زي ما احنا عارفين بقى العاية بتاعنا من الكاربوهايدريت والبروتين وزديت كمية ولا ايه اللي قوي من الفايبر والصور كمية ولا ايه اللي من الفات وبديله فايبر الفات طبعا اقلل من الفات خالص بكوز عشان هي بتقلل من الكاربوهايدريت تمام؟ ببتدي اتدي له فيتامين وببتدي اتدي له ايه؟ طبعا الالكحول ممنوع طبعا الكحول في جميع الاحوان يعني مهما البيشن تتحسن منفعش يرجع لكحول تاني بيقولك ممنوع الكحول في اي احوال اللي بيش انت عليها يبقى انا في الاهم نوع الحاجة في الكاربوهايدريت ندي ايه؟ ندي كاربوهايدريت خلاص؟ طيب ايه بقى اعمالين يقول الزيتو هاي فيبر واللو فيبر ايه بقى الكلام ده؟ اول حاجة هي الزيتو كنترول الزيتو كنترول طبعا اللي بيقولك ان الفايبر ده موجود في الاكل ده مش بيتهضم نوت بروكن داون بايداجستف سيستم او داجستف انزائب مش بيحصل له داجستف عن طريق داجستف انزائب ما بيحصل له داجستف انزائب طب بيحصل له ايه؟ اه بيبقى موجود فين طيب؟ بيبقى موجود في البلانت فود الاكل اللي هو النباتي اه بيبقى فيه صوليبل وفيه منه نوعين صوليبل وانسوليبل يبقى موجود في البلانت فود زي الستروباريس اللي هو الفراولة والسيردس فروت زي البرطقان والحاجات دي اه بيقولك ان الريزيتو ده هو الصوليد بارد اوف فيتس هو ده اللي بيدي الجزء الصلب بتاعه خلاص؟ طيب كمان موجود في الكنيكتف تيشو اللي هو موجود زي الهال اللي بتيجي ده كل حتة تفعلها مثلا في الهال حتة الارقوشة دي هي دي اللي ما بتقولها بدي تعتبر ايه؟ صوليد خلاص دي صوليد اللي ايه للفيزيز بتاعك تمام؟ اه ايه بقى هو الهاي فيبرطايد وايه هو اللو فيبرطايد؟ اول حاجة الهاي فيبرطايد يعني اكل في فيبر بديه بنسبة من خمسة وثلاثين اه بصولي من خمسة وعشرين لخمسة وثلاثين جروم طيب ده احنا عارفين اصلا ان هو بيقلل من ال 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 و بيقلل من الكوليسترول لا متفقين يبقى شديد شخص هاي فيبرطايد يعني ايه هاي فيبرطايد؟ يعني ديه من خمسة وعشرين لخمسة وثلاثين جروم كل يوم اه بيقللوا ال 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 و بيقللوا الكوليسترول ال 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 و بيقللوا الكوليسترول ويمنع بيساعدني ان انا امنع اصلا تكوين ال 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 و بيقللوا الكوليسترول يعني هيبنع ان الاكل يبقى موجود في الكولون في وقت اطول. هيبنع 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 لان احنا عارفين ان هو الامساك. تخيل اه حد بياخد اكل دنيا اه اه في سطول حجمه كبير بس اه بينزل يعني هو خلاص. بيساعدني برضه ان انا عليك دبيس مينيس والاسس كيلوروزيز. احنا عارفين اخدنا في دبيس قبل كده ان ده مش بيحصل درجيشن. صح? مش بيحصل درجيشن. فبالتالي ليس حييطبع مش هصولي اللي كولوكوز فمش سيسوت للسكر. فمسي قبل كعالاجة دباتك من نيتس. وكمان بيقلل اللي دي الاول ليش دي الاول ففيضع ايه للك الط keywords. عليه طبيعي ان تخيصط اي منه.6 جرام بس لكل يومتالي موجود في كانت موجود في كل الخضار دولتك. موجود في كل الفكهة. موجود في البريتس. موجود في في السيريرس. راي فيبر ضايد. بيمنع الاكل اللي هو يمنع داكوين الغازات وكده. يقول لك مهمة حدة المعلومة دي اللبن واللحمة. والاكل اللي فيه دهون ده. مش بيحتوي على فيبر. اللق وحدة دي مهمة. مش بيحتوي على فيبر دي. لو رايزو تود ضايد بقى ان هو الاكل اللي مفوش اه سوء الاكل بس بنسبة قليلة. يعني يعني نسبة قليلة من خمسة العشرة بس. ليه عشان اقلل من النورمال وورك اف انتستين. اقلل من النورمال وورك بتاع انتستين. اقللها شوية. تمام? خلاص. اه عن طريق نعمل الاكل اللي فيه فيبر. واقلل من ايه? واقلل من الاكل اللي فيه فيبر. هاقلل من حركة الامعاء. فبالتالي هيحصل ايه? اه هو ده هو ده لورزة والضايد. تمام? اه بستخدمه في حالات ايه? بستخدمه في حالات السفير تارية. ليه? ان احنا قلنا بيقلل من حركة الامعاء. اتبتخلي تخيل حاجة بتقلل من حركة الامعاء. اش بتخلي الامعاء تتحرك بسرعة. وهي اصلا امعاء بتحرك بسرعة. فلما تدعها اكل يقلل من حركتها. يبقى انا جده بعاليك لايه? بعاليك الدهاري. واستطيعون بمعام اصل. انتستن. 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 واستطيعون بارده لو حاضر للبارده. طيب. كده نكون. اه ببقى لك موجود في الايه? موجود في في الجوز. اعتبر بارده لك زيت. كده نكون خلاص محاضرة النهاردة. اتمنى لكي محاضرة سهلة بالنسبة لكم. محاضرة سهلة يعني. مفاش كلام وعلى ما يوجد شيء صعب سنلقاكم في مهات أخرى